الضوء عملة نادرة خلال أشهر الشتاء الإسكندنافية الطويلة وهو السبب الذي دفع منيو إلى الحضور إلى هذا المقهى حيث يتلقى أول جرعة من العلاج بالضوء المفهوم بسيط مقابل 18 يورو تشمل وجبة الفطور يتعرض منيو خلال ساعة إلى الضوء الأبيض وهو أكثر مئة مرة إشعاعا من الإضاءة الداخلية التقليدية ولتحسين انعكاس الأشعة عليه بارتداء جلبابا أبيض هنا في فصل الشتاء عندما تستيقظ في الصباح للذهاب إلى العمل السماء مظلمة وكذلك عند مغادرة المكتب في آخر النهار خلال الساعة القليلة في النهار تكون داخل المكتب إذن لا تحصل على الضوء الذي تحتاجه من يعاني من ما يسمى بالاكتئاب الموسمي أي من نقص الميلاتونين وهو الهرمون الذي يعدل النوم والذي ينتجه الجسم بفضل تعرضه لأشعة الشمس صاحب هذه المقايع يعاني بدوره من هذا الاكتئاب الجميع يتذرر من هذه المشكلة بدرجات متفاوتة بعض الناس أشدوا تذررا ويشعرون بالمشكلة فعلا ما يدهر نوعية حياتهم ولتعديل الساعة البيولوجية للمريض يجب بعض الضوء عبر ممرات الأعصاب لشباكية العين مما يزيد من إفراز الميلاتونين العلاج بالضوء أصبح شيئا روتينيا في مستشفى ستوكهولم نظرا لتكوين الجسم الذي لا يمكنه العيش دون الضوء نحن كبشر مكونين للعيش في المناطق القريبة من خط الاستواء بـ 12 ساعة من الضوء و12 من الظلام بحسب بعض الدراسات يعاني مليون سما في السويد من الاكتئاب الموسمي أي 20% من السكان وحتى وإن كانت ديكور اصطناعيا يكفي إغماض العينين لتسفر بك المخيلة تحت سماء زرقاء خلال ساعة العلاج ترجمة نانسي قنقر